اشتركوا في القناة وكذلك تحديد الدفع الناتج عن تغير الزخم المؤثر على الأجسام كبداية عزيز الطالب أنت شفت وصف قانون نيوتن الثاني في الوحدات السابقة عن وصف الحركة وكيف تؤدي إلى حدوث تسارع F تساوي M في A ولما نقول تسارع F يعني تغير في السرعة وبالتالي تغير السرعة ينتج عن قوة محصلة حسب قانون نيوتن الثاني فمثلا بلعبة التونس يحدث تغيير في السرعة المتجهة للكرة عندما تصطدم بالمضرب بسبب قوة تأثير المضرب على الكرة وتتغير القوة أثناء تأثير المضرب على الكرة كما يوظح أمامك أو يظهر أمامك في الشكل المجاور بأن القوة تبدأ من الصفر لما توصل الماكسيمم القيمة العظمى هذه المدة الزمنية التي في الرسم البياني تمثل عندك زمن التلامس مع المضرب فبالبداية تكون القوة في نمو لما تصل قيمتها العظمى ثم تنخفض قيمة القوة مع مرور الزمن فهذه الفترة الزمنية تسمى زمن التلامس وتلاحظ أن هذه القوة تزداد ثم تتناقص أثناء عملية التصادق لعلاقة الدفع والزخم نجد أن الدفع وهذا الدفع اللي احنا بالانجليزي يسمى أمبلس ولذلك بنعطي له رمز آي عادة في الفيزياء بنرمز للدفع بالرمز آي بأنه حاصل ضرب القوة المؤثرة في الجسم في زمن تأثير هذه القوة يعني هذه الأف في دلتا تي تساوي لنا الدفع الناتج أو الامبلس وهذا يعادل الماس في السرعة أم في في لذلك عزيزي الطالب هذه القانون أم في في هو ما سنتعرف عليه بمفهوم الزخم أن بي تساوي الام في في الام هي الماس الكتلة والفي هي السرعة هذه الكتلة وحداتها كيلو جرام السرعة وحداتها متر لكل سكن ولذلك وحدة قياس الزخم هي كيلو جرام متر على سكن أو الاف هذه وحداتها نيوتن والتايم وحداتها سكن فسيكون وحدة قياس نيوتن سكن أو كيلو جرام متر بير سكن وحدات متكافئة وهذا هو اللي موجود أمامكم كما ترى عزيزي الطالب أن وحدة القياس نيوتن سكن يمكن إيجاد الدفع في حالات تغير القوة مع الزمن نفس ما تشفنا في الرسم البيانة من شوي قوة تبدأ من الصفر تصل إلى ماكسيمم ثم تعود إلى الصفر من خلال تحديد المساحة تحت منحنة علاقة القوة مع الزمن يعني إذا كان عندك رسم بيانة عزيزي الطالب وهنا معطيه لك قيمة القوة F وهنا معطيه قيمة الزمن T لو كان الرسم البياني اللي معاك بهذا الشكل هذه الاريا under the curve إذا حسبت هذه المساحة ستعطيك قيمة الدفع الناتج وهنا مثلث يعني نصف القاعدة في الارتفاع إذا كان مربع طول في العرض وهكذا وبالتالي الزخم أو المومنتم هذا الزخم واللي رح نتعود نعطيه رمز P عزيزي الطالب هو حاصل ضرب الكتلة في السرعة الأم في V هذا قانون مهم لحساب الزخم ومن خلاله نوجد التغير الناتج في الزخم وهو ذلك في ارتباط بين الدفع والزخم بنظرية الدفع والزخم أن هذا الدفع الناتج يساوي دائماً التغير في الزخم يعني باختصار I تساوي دلتا P تغير الزخم الناتج يعطيني الدفع المؤثر في حالاتنا ولذلك ترتبط العلاقة F دلتا T وهذه اللي قلنا عنها تساوي لنا الدفع I هذه الأف دلتا T تساوي P final minus P I هذه اللي نسميحنا دلتا P P final minus P initial لذلك الدفع I هو فعلياً يساوي دلتا P ويعادل القوة في الزمن الناتج لهذه القوة وبالتالي لو كانت القوة ثابتة وليست متغيرة سيكون الدفع هو حاصل ضرب القوة في الفترة الزمنية التي أثرت خلالها هذه القوة ولذلك إذا كانت القوة المؤثرة في الجسم غير ثابتة يعني متغيرة القوة سيكون الدفع حاصل ضرب الأفرج الآن لما تكون مرة صفر ومرة قيمة ماكسيمم زين فبناخذ إحنا الأفرج هذه الأفرج هو متوسط القوة مضرباً في الفترة الزمنية أو بحساب المساحة نفس ما رويتك من شوي تحت المنحنة البيانة ومن التطبيقات على نظرية الدفع والزخم سياراتنا الجميع والكل يعرف عن الإيرباغ الموجودة في السيارة لأنه عزيزي الطالب القوة المؤثرة تعتمد على الزمن وبشكل عكسي يعني إحنا بما أنه ذكرنا بأنه الآي تساوي هذه الآي قيمتها تساوي الأف في تي تجد أنه آي تساوي الأف في تي إذن الأف تساوي آي على تي يعني الأف بتتناسب عكسياً مع الزمن فكلما زاد زمن التلامس بتقل القوة المؤثرة والعكس كلما قل زمن التلامس بتزيد القوة المؤثرة لذلك عزيزي الطالب قفزك على أرض رملية أخف تأثيراً من أنك تقفز على أرض الصلبة لأنه في حالة الأرض الصلبة زمن تلامس قصير وقوة صدمة بتكون ناتجة أكبر في الأرض الرملية زمن تلامس أطول فتكون القوة الناتجة أقل وهذا ما تحققه الإيرباك فالإيرباك بدل ما أن السائق يصطدم بالمقود مباشرة الإيرباك بتمدد زمن التلامس على بالما يصطدم رأس السائق بالمقود فزيادة الزمن تخفض القوة الناتجة عن هذا التصادم وهذا موضح عند انتفاق الوسادة الهوائية تؤدي قوة الضربة إلى إحداث تفاعلات تؤدي الانتفاق هذه الوسادة الهوائية ويؤدي ذلك لتقليل القوة من خلال ماذا؟ من خلال زيادة الفترة الزمنية في تأثير هذه القوة تدريبنا التالي عزيزي الطالب عن تطبيق قانون الدفع والزخم عن حركة مركبة كتلتها أول شيء أعطانا الماس هذه الكتلة وسرعاتها هذه السيارة عزيزي الطالب يمكن أن تتوقف بعدة طرق الحالة الأولى أن تتوقف خلال زمن 21 ساكند من خلال الضغط على الفرامل برفق أو إذا زيتنا الضغط على الفرامل تتوقف بزمن أقل 3.8 ساكند وإذا اصطدمت في جدار ستتوقف خلال 2.2 ساكند مطلوب في سؤالنا حساب القوة الناتجة في كل حالة من الحالات الثلاث طبعا عزيزي الطالب توقعاتك وين ستكون أكبر قوة مؤثرة على السيارة صحيح في الحالة الثالثة عند اصطدامها بجدار وتوقفها بزمن 2.2 لأنه زمن قصير جدا وستجد القوة الناتجة أكبر أما الحالة الأولى الفرامل برفق وتاخد 21 ساكند على ما توقف فهذا ينتج قوة أقل كما سترى بالحسابات هذا الشكل وهذا على فكرة بكتابكم السؤال في الحالة الأولى طبقنا القانون أن القوة في الزمن يساود 2.0 P 3.0 P يعني تغير الزخم اللي هو ال-P final minus P initial أو P2 minus P1 هذا ال-P2 MV2 وال-P1 MV1 كل هذا ينتج لنا F delta T احنا المطلوب علينا F نبي القوة F الزمن معروف عندي في الحالة الأولى الزمن 21 ساكند فينتج لنا أن القوة في هذه الحالة تعادل 2.7 في 10 أو 3 نيوتن هذا القوة الأولى في الحالة الثانية عزيز الطالب يكون التوقف بزمن 3.8 ساكند لاحظ هناك كان زمن 21 ساكند هنا صار زمن أقل نعوض F في delta T هذا الزمن يساوي M في V2 minus M V1 طبعا V2 توقفت يعني هذا كامل بتكانسل إلى 0 يروح عندي من المعادلة MV2 من شديد بقت عندي بس MV1 بإشارة سالبة يعني الإشارة السالبة تدل على الاتجاه في الفيزي يا عزيزي الطالب يعني باتجاه معاكس إذا اعتبرت اليمين موجب فالسالب يعني لي أن القوة الناتجة يسار ولذلك تجد القوة في الحالة الثانية minus 1.5 في 10 أربعة نيوتن لاحظ هذه القوة أكبر من القوة اللي في الحالة الأولى الأولى كانت 10 أس ثلاثة هنا صارت في 10 أس أربعة الحالة الثالثة أن يتم اصطدام بجدار وتوقف خلال 0.22 سكند زمن صغير جداً فينتج أن F delta T يساوي M في V 2 0 تتكنزل من المعادلة وتصبح القوة الناتجة 2.6 في 10 5 نيوتن لاحظ هنا قوة أكبر لأنه زمن أقل في تدريبنا الثاني عزيزي الطالب نتكلم عن كرة بولينج كتلاتها 7 كيلو جرام إذن في السؤال عطيتك أنا الماس هذه M وسرعتها المتجهة يعني velocity V 2 متر per second طالب مني مقدار سرعة الكرة بعد تأثير الدفع المبين بالرسم البياني لاحظ هنا عزيزي الطالب قوة متغيرة بحسب رسم بياني ما بين الزمن على محور X والقوة على محور Y وأنا شرحت مني شوي إذا معنا رسم بياني احسب area under the curve في المساحة اللي تحت المنحنة هذه وش المساحة هذه مب وثلث هذه مربع يعني طول في عرض طيب فنحصل على الدفع الناتج لذلك لما بنحسب الامبلس في هذه الحالة الامبلس هو الطول في العرض يطلع لنا 7 في 2 متر per second هذه قيمة الماس وهذه قيمة السرعة بنضربهم لحساب الزخم P1 الامبلس الناتج هذا الدفع اللي هو I هذا اللي قلت عليه هو يعادل الطول في العرض شم الطول عندي هنا خمسة من 1 إلى 2 1 5 في 1 يعني 5 هذا الدفع الناتج 5 كيلوغرام متر per second لكن علاقة أن الدفع هو تغير الزخم نجد منها بأن F delta T أو اللي هي نفسها I تساوي P2 ناقص P1 طيب P2 هي المطلوبة علينا إذن P2 رح تساوي F delta T حول P1 للصوب الثاني بتصير إجارتها موجب P1 ومنها نجد P2 بأنها رح تساوي 5 زائد 14 19 كيلوغرام متر per second هذا الزخم الجديد طيب من معرفاتنا لعلاقة الزخم بالسرعة إذن ندر أن P تساوي M في V إذن P2 هي M في V2 هذه V2 الآن المطلوب اللي نوجدها اللي M موجودة عندي والP2 تون واصلينها فنجد أن V2 هي P2 على الأم هذه المعادلة أنه V2 رح تساوي P2 قسمة الأم الP2 مالتنا 19 والماس 7 كيلوغرام فنجد إلى قيمة V2 هي 2.7 متر per second كما هو واضح أمامك في هذه الحالة في هذه الحالة بنغير المنحنة البياني عزيز الطالب وهذه من أسئلة كتابكم موجودة في نهاية الوحدة الخامسة في أسئلة نهاية الفصل لاحظ هنا صار عندي القوة سالبة معنى سالبة يعني باتجاه معاكس يعني بدل غربا صارت شرقا أو بدل شرقا صارت غربا مطلوب مني هذه السرعة V وهذه كتلة الكرة M طالب مني مقدار سرعتها الجديدة بعد التأثير الناتج عن الدفع المبين بالشكل طبعا قلنا الدفع يحسب من خلال المساحة للشكل البياني هذه المساحة مربع طول في عرض فبالتالي بنوجد بأنه هذا الدفع الامبولس يساوي F دلتا T ويعادل مينس خمسة هذه مينس خمسة في اثنين ناقص الواحد يعني واحد فينتج لنا مينس خمسة كيلوغرام متر بير سكند هذا الدفع اللي أوجدناه هو فعليا يساوي P2 ناقص P1 إذن P2 أو الزخم الجديد يساوي الدفع الناتج زائدا P1 لما نحول P1 للصوب الثاني بتصبح إشارة موجبة ولذلك P2 بنحصل على قيمتها 9 كيلوغرام متر بير سكند ومن علاقة P2 مع السرعة هي M في P2 نجد أن السرعة P2 على M يعني 9 اللي حسبناها من شوي على M اللي هي 7 كيلوغرام فنجد قيمة P2 عزيز الطالب 1.3 متر بير سكند وطبعا بتكون بنفس الاتجاه لأنه طلعت موجبة فبتبقى بنفس الاتجاه وليست سالبة باتجاه معاكس أسئلاتنا الخاصة في هذا الدرس عزيز الطالب وضعنا سؤالين عن رمي لاعب لكرة بشكل قوسي بأمسكها لاعب آخر الآن على افتراض أن سرعة الكرة لم تتغير حافظت على سرعتها أثناء التحليق أو الطيران أي اللاعبين أثر بدفع أكبر وأي اللاعبين يؤثر بقوة أكبر هذا سؤال نظري السؤال الثاني حسابي عن كرة كتلتها 0.4 كيلوغرام إذن أعطاني ماس M تقترب من أروى بسرعة 3.8 يعني V في لعبة كرة الطائرة ضربت أروى الكرة أوكي فارتدت بسرعة 2.4 متر بر سيكند هذه سرعة الارتداد للكرة بعد تأثير أروى عليها وباتجاه معاكس ما هو متوسط القوة التي أثرت بها أروى إذا علمت أن زمن التلامس يعني دلتو تي هذا زمن التلامس 0.025 ساكل هنا عزيز الطالب في إجابتنا لهذا السؤال نجد أن السؤال الأول الذي ذكرناه عن اللاعبين أوكي الذي يأثر بدفع أكبر طبعا هو ضارب الكرة والمتلقي يؤثر اثنيناتهم بنفس قيمة الدفع ولكن باتجاه معاكس اللي رمى شرقا واللي استقبل غربا ولكن الدفع نفس الحالتين متساوي أما اللي يأثر بقوة أكبر فهو المتلقي للكرة لماذا تأثيره بقوة أكبر لأنه زمن تلامس بيكون أقل وذكرنا كلما قل الزمن للتلامس يكون القوة الناتجة أكبر في السؤال الحسابي سؤال رقم اثنين عن الكرة اللي اقتربت من أروا فهنا بما إنه عندي زمن التلامس يعني دلتتي معروفة لي هذه الأف هي المجهولة فأف دلتتي هذا القانون لنظرية الدفع والزخم أف دلتتي هذه دلتتي معروفة تسوي الأم عامل مشترك خذينا الأم نتبه 0.24 الكتلة عامل مشترك في الطرفين ضرب الفي 2 هذه الفي 2 مينس 2.4 ناقص الفي 1 3.8 فإذا اعتبرنا الفي 1 بإشارة موجبة ستكون الفي 2 معاكسة بإشارة سالبة لذلك وضعنا الفي 2 بالسالب والفي 1 بالموجب هذا السالب مالة القانون ممالة في 1 وبالتعويض في الكلكوليتر نجد أن القوة المؤثرة ماينس 6 في 10 1 نيوتن وهكذا نصل نهاية موضوعنا اليوم نتمنى الفائدة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة